قضية الخوف من ترك الملذات كتكون عندك واحد صحبة فاسدة تقوش نزوقه صحبة فاسدة الصحبة التي لا تأخذ بيدك إلى الطاعة ولا تأخذ بيدك عن المعصية هذه صحبة فاسدة وخيكونوا كي يجبدوا الكيلوات للفلوس وتيعطوك إلا كانوا يسهلوا لك طريق المعصية وتي حبسوا لك طريق الطاعة هذه صحبة فاسدة بل إلا كانوا ما يحبسوش لك طريق الطاعة لكن إلا كانوا كيدفعوك لطريق المعصية هذه صحبة فاسدة يا سيدي ما كيدفعوك لطريق المعصية لكنهم لم يذكروك بالله ولو يوما واحدا صحبة فاسدة لأن من كثرة عدم التذكير بالله راتين بتشوك في القلب أرى مشيحة مزرعناش للقمح مزرعناش للقمح ومفلحناش الأرض وخلناها هكاك تتصب عليها شتا أرى ما غير نضفها ولو لا غير نضفها الشوك ينضفها الربيع ويسكنوا فيها الطبات ويسكنوا فيها النمل وتقدر تلقى فيها الحناش راتين ما شيحة ما في الحتيش الأرض ما غير نضفها ولو مشيحة هما ما عاونوكش على الذكر ومدفعوكش المعصية راتين قلبك ما ينبدفي ولو لا كيتنبدفي نابتة النفاق ونابتة المعاصر إذن صحبة فاسدة لكن ذلك الصحبة الفاسدة كنقشبوه معها شوية كنضحكوا معها شوية فتي تخيل هو التوبة أنا ورامل لغي دو زجال أخرى رأى الناس لغي يطلقها معهم كلهم بغي يبدو يهضروا معها فعال كيف كان نهضر معها ندابة أنا هذا غير مدة التسجيل اللي كنذكرك بالله عز وجل أما خارج مدة التسجيل رأتنا تناكل ونشرب ونخرج ونضحكوا مع أصحابي وأصدقاء ديالي ونزوروا العائلة ونشوفوا كذا ونسافروا من اللي كنت يسر الأمور ونمشيوا نأديوا العمل لأنا ونخدموا ونجيوا أرى تحنكي الناس إنسان عادي واقعي بندم فلليك يقولوا واقعي ليه كان هادوك معقدين وهادو أحباب وصحاب والقلسة فيها النشاط وقلسة فيها كدا وكدا وقعدوا كل كداية اللي يبقى يقول لك الشيطان فيخشى هذا العائق شنو يخشى صاحبه من ترك لذة الذنب إلى يعني نقوله إلى إلى حال يتخيلها أنها حال من البؤس والحزن بل هي حالة السعادة واللذة الحقيقية بن القيم رحمه الله له واحد شبه جميل قال لك أبدي هادك الذي يتلذذ بالمعصية حيث المعصية لا تجلبوا لك سعادة قد تجلبوا لك لذة آنية اللذة يلذيك اللحظة لكن يتبعها الهم والغم المهم أعطى مثال بحال ذك الإنسان قال لك اللي مصاب بالجرب فيجزرب الله يعافينا وعافيكم اللي فيجزرب تبقي حك قي حكي حكي هرشي 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 حكي 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 هذا كترة الحكان هو يتلذذ متى في ذك اللحظة التي يهرش فيها يتلذذ لذة آنية بمجرد ما تيحبس تيبدأ ذك التقرحات يأكلوه وتيبدأ عوتني يرجع حتى أنه يصيبه تقرحات كيولي خارج منه الدم والقيح فكيولي ذك الإنسان اللي معافي مفيش الجرب إنسان اللي في حالة التوبة تائب طائع كي بدي يشوف فيه أنه منظره مقزز كي تقولي بما تتلذذ بهذا البدل حالة هذه وهو المسكين ما بغيش يأخذ وقت البشي الدواء حتى يصير جلده سليما ويعيش ديك السعادة طويلة دي لأن الجلد ديه سليم تيبقى يتلذذ ديك اللذة الآنية وما يزيده ذلك إلا دما وقيحا ومرضا وهو يظن أنه في متعة هذا هو الفرق فش مال لد خيف من أن تتخليها لد آنية تموت لد الآنية من أجل سعادة في الدنيا وسعادة أبدية في الآخرة بإذن الله عز وجل القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري